أعلنت وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية في السعودية منح الوافدين حرية تغيير الوظائف والمغادرة دون إذن صاحب العمل ما أنهى بذلك نظام الكفيل الذي استمر نحو 72 عاما وتضمنت هذه الخطوة إحلال نظام عقد العمل محل نظام الكفالة عملا برؤية المملكة 2030 التي تشمل على إصلاحات هيكلية تشهدها السعودية وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت اليوم الأربعاء مبادرة تحسين العلاقة التعقدية بين العاملين الوافدين ومشاءة القطاع الخاص وتسعى هذه المبادرة التي تدخل حيز التطبيق في الرابع عشر من مارس 2021 إلى بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءة البشرية ترجمة نانسي قنقر